في خطوة تعكس محافظة الدولة على مكانتها المتميزة كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام بلغت قيمة الزيادة التي شهيدها الاستثمار الأجنبي الوارد إلى دولة الإمارات 71 مليار درهم خلال العامين الماضيين وكان دولة الإمارات قد حققت تقدما بنحو خمسة مراتب من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي وفقا لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد كما يشار إلى أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 36% من إجمال رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم العربي في حين حلت بالمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب أسيا هذا ويتوقع خبراء الاستثمار تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة وذلك في ظل جاذبية المناخ الاستثماري بشكل عام وقرب استضافة الدولة لمعرض أكسبو 2020 ترجمة نانسي قنقر